هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إن والدي ذكر أن الصوفية لم يخرجوا من الإسلام بل هم مسلمون لا محالة وتصوفهم لله وفي الله سؤاله ما معنى الصوفية وما حكمهم الصوفية في الأصل هي الاجتهاد في العبادة الاجتهاد في العبادة هذا أصلها ولكنها زادت بعد ذلك ووصلت إلى الإلحاد وصلت إلى الإلحاد وصلت إلى الشرك لأن أصل البدعة ما في الخير أصل البدعة ما في الخير فلما كان أصل التصوف مبتدعا أن تجهده الأشياء لنسى المتصوف على حد سواء ما قلنا كل المتصوف كفار لا لكن نقول إن التصوف أصل مبتدع والابتداع يتطور لأن الابتداع من الشيطان يدعو إليها فيطورهم شيئا فشيئا هذا الذي حصل للصوفية متقدموهم عبات مثل البشر الحافي والفضيل بن عياض هذا لا عبات مشهورهم وإن كان اجتهادهم في العبادة والتقشف لا يوافقون عليه قال أصل أن الإنسان يكون على السنة معتدل على السنة فهم مع خوفهم ومع عبادتهم هم سالموا من هذه الأشياء لكن اللي جاء بعدهم لأن البدعة تتطور الله جل وعلا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان يخطو ببني آدم شيئا فشيئا شو سوى بقوم نوح جاءهم ولما رأاهم يبكون على الصالحين والعلماء الذين ماتوا قال لهم صوروا صورهم من أجل أن تنشطوا على العبادة إذا رأيتم صورهم علقوها من أجل أن تنشطوا على العبادة طيب صوروها وعلقوها لكن هذا الجيل فيه علماء ما تمكن الشيطان من نقله من الشرك لأن فيهم علماء لكن فعلوا شيئا غير مشروع وهو تعليق الصور والشيطان له مقصد ما هو مقصد هالجيل مقصد هالجيل اللي يأتون أسس البدعة فلما مات العلماء ومات هذا الجيل جاء إلى المتأخرين وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله فأشركوا بالله أول شرك حدث في الأرض هو هذا نعم شكرا للمشاهدة